أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تطورات المشهد في الساحل الغربي وإعلان دمج ألوية العمالقة والألوية التهامية وما يعرف بحراس الجمهورية تحت قيادة مشتركة قال وزير الدولة عبد الرب السلام إن هيكلة ألوية القوات العسكرية في الساحل الغربي تحت قيادة بعيدة عن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في الحكومة الشرعية يمثل شرعنة للجيوش الموازية أوضح السلامي أن تلك الهيكلة تعد مشكلة كبيرة لا تقل خطورة عن مظاهر إنشاء الميليشيات طالبا بمعالجة الوضع العسكري لألوية الساحل بسرعة وبمسؤولية مشتركة من قيادة التحالف مع الحكومة اليمنية فمصلحة اليمن والإقليم والعالم لن تتحقق إلا باستقرار مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها القوات المسلحة واتت هذه التطورات بعد إعلان انسحاب القوات الإماراتية نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين ما وراء إعلان دمج القوات المقاتلة في الساحل الغربي تحت قيادة مشتركة وما خطورة إنشاء جيش موازن في الساحل الغربي لا يتبع الشرعية في إدارته ومشروعه نبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير أيام مضت كان الحديث فيها عن انسحاب القوات الإماراتية رائجاً ومتصدراً للشاشات ليس الحدث الأبرز الانسحاب بحد ذاته وإنما التشكيك به والبحث في خفاياه ومن قد يتبعه من أحداث وترتيبات اعتماداً على ألاعب الإمارات وذلك ما بدأ يتكشف زريعاً وأول ما تم الإفصاح عنه إعلان قيادة مشتركة للقوات المرابطة في جبهة الساحل الغربي التي تتبع في إدارتها ومشروعها دولة الإمارات هكذا الإمارات أرادتها أن تكون سابقة خاصة وعقبة جديدة في معركة استعادة البلاد من سيطرة الانقلاب حينما انسحبت لصالح قوات تابعة لها وبعيدة عن الشرعية بينما كان المفترض أن من يتسلم جبهة الساحل هي الشرعية على اعتبار أن حق السيادة محصور عليها لكن أبوظبي تتصرف وكأن لها حق ومشروعية السيادة على اليمن وذلك ما جناه جبن قيادة الشرعية وتخاذلها يقول مراقبون طعنة أخرى يسددها التحالف في ظهر الشرعية المتهالك وربما قوة أخرى مؤزية لقوات الشرعية التي قد تقود إلى أموذج ليس ببعيد عن النموذج الليبي فما يتم صنعه في الساحل الغرب ليس مختلفا عن حفتر ليبيا هذا ما يعتقده العديد من المراقبين وما جنته الشرعية بصمتها عن تجاوزات التحالف مجدد ترحبكم مشاهدين الكرام كما أرحب بمن ينضم لنا من مأرب الكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي وكذا المحلل العسكري سيد عبد العزيز الهداشي من الرياض أبدأ معك سيد الحطامي إذن كيف تقدر تلك الخطوة في توحيد القوات العسكرية بالساحل خصوصا أن الجبهة كانت تقاتل الحوثيين في ظل ثلاث قيادات أو تشكيلات عسكرية على الأقل نعم خلق خيرين هي خطوة إيجابية فيما إذا كانت هذه القوات العمالقة والاتهامة والقوات أيضا التي ديرها طارق عرفاش كانت ضمن الجيش الوطني لكن للأسف الشديد ما يحدث هو بأن هذه القوات وبحسب بيانه وزعته قوات طارق عرفاش أمس واليوم يقول بأن القوات المشتركة المقاتلة في الساحل الغربي تجمعت في تكاتل واحد وتحت غرفة عمليات واحدة قابعة لقوات التحالف العربي ولم يدين هذا البيان بأي من هذه التشكيلات لا ألويات العمالقة ولا حتى ألوياتها ولا حتى تتريبات هذا البيان المعني بيطارق ألويات طارق عرفاش وبالتالي في اعتقاده بأن هناك ألويات كثيرة ألويات تهابة وعدد ألويات العمالقة سبق وأن مدرك لجان الهيئة الأركان وقوات الجيش الوطني وقابت بترقيم الآلاف من هذه القوات وهناك ألويات طراحة رفضت ومن ضمنها قوات طارق أن تنسب إلى هيئة الأركان وزارة الدفاع والبيان سيكون أن أي موقف قادم لهذه القوات سيكون تكرارا لما حدث من التجربة أو إيجاد نموذج الحفتر في الساحل الغربي هناك المواطنون طراعة متدمرون لأيضا تطمد الكثير من الضباط والقادة العسكري في قوات العمالقة والألويات تهامية وخاصة أولئك الذين نسبت ألوياتهم إلى الجيش الوطني ينتظرون مواقف من الألوية في العمالقة أيضا في الألوية تهامية لإجراء موقفهم غير واضح ومتدبر ويطالبونهم بإعلان فوري أين سيكون موقفهم على هيئة الأركان القوات الجيش الوطني والمدعوم من القوات التحالف العربي أم سيكون من أجلدات أخرى تتبع ألويات طارق التي أساسا قام اتهامة بانتصابتها بضاء مراكز النسوء ومراكز الهضبة وبالتالي إعادة طارق إلى تهامه والذي يفترض أن يذهب بألوياته إلى القرنة ليقاتل هناك ليحرم العاصمة في الأعلى أعتبر أنه أخرج منها وبالتالي هناك أجلدات متقاطعة ننتظر موقف القوات التحالف ومنطوع أيضا موقف من قيادة الأركان وزارة الدفاع ورئاسة الجهورية تفضل بالبقاء معنا سيد الحطامي أرحب بك سيد عبد العزيز الهداشي المحل العسكري معنا من الرياض سيد الهداشي إذن توحيد إعلان أو بالأصاحة إعلان دمج ألوية العمالقة والألوية التهامية وما يعرف بحراس الجمهورية تحت قيادة المشتركة ما وراء هذه الخطوة والله يشوف الألوية هذه كانت فعلا من سابق متوحدة وتعمل كفريق واحد كانت تديرها يادة إماراتية فلن يكون هناك أي جديد بالنسبة للألوية هذا ولن تقدم أي شيء جديد أكثر من ما قدمت لكن سوف يقود هذه القوات إذا صح أنه طارق عطاش فطارق عطاش أعتقد أن تجربة العسكرية محدودة الدراسات الأكاديمية كانت شكلية بحتة وله تجربة يعني خاصة معركة المدعاة يعني معركة الثاني من ديسمبر أدارها يعني بشكل أقل أكثر يعني يمكن أن نقول عنه أنها إدارة قضية للمعركة خصوصا معركة السبعين إذ نشر قوات في ميدان السبعين وفي مكان مكشوق والعدو يتفوق عليه لو انتقلنا إلى القتال العسكرية وحرب الشوارع التي دارت في فأز بداية الحرب أدارها شباب من فأز بشكل أفضل وصمدت وانتصرت بينما كان يمثل القوات فطارق عطاش غير مؤهل عسكريا لقيادة قوة كبيرة كما أنه ليس لديه كارزمة سياسية أو حتى بدرة خطابية بحيث أنه يجب حوله الأنصار فأعتقد أن مصير القوات هذا أن تتفكك مستقبلا إضافة لأنه جزء مألوية تهامة تنظرون إلى طارق عطاش على أنه احتلال ثاني أو احتلال جديد للأمهة الزيدية بشكل أو بآخر لكن هذا بشكل عام لكن أنا رأيي شخصي أنا مؤيد لأي قوة تباتل الحوثي بباقيها طارق عطاش أو الألوية التهامية أو القوات السلفية العمالقة لكن أنا أرى أن هذا أن التوحيد الآن تم بالقوة وبضغط خارجي وسرعان ما سوف تتفكك مستقبلا هل هناك دلالة للتوقيت هنا لأن هذه الخطوة جاءت بعد الإعلان عن انسحاب القوات الإماراتية أكيد هذا أمر مؤكد لكن من الناحية القانونية من الناحية القانونية حسب القانون الدولي أنه يجب تسليم إذا كانت هناك قوات انتداب وقوات احتلال وقوات دعم وقوات إسناف خارجية فيجب من الناحية القانونية البحثة فأجب أن تسلمها إلى الحكومة الشرعية والإنسحاب من طرف واحد من طرف واحد دون إشعال الحكومة الشرعية مخالف لكافة القوانين والأعرافة الدولية لكن للأسف الشديد حتى الشرعية من جانبها صامتها ساكثة أقوال ليس لها رأي ولم تتذخل يعني إلا سلبية يعني إذا كانت الأمارة اخطأت مرة تسليمها المنطقة لهذه القوات الغير ربانية فالشرعية اخطأت مرتين بسقوتها وأعتقد يعني من هذا كله إذا القوات هذه سوف تتوحد وتقاتل فإن المشكلة ليست الآن للمشكلة بعد تحرير اليمن كاملا سوف تكون هذه القوات ربما سوف تكون في صرع مع بقية المكونات الجيش الوطني لكن حاليا توحيدها أمر إيجابي بشكل عام أتكلم بشكل عام أمر إيجابي تفضل بالبقى معي سيد الهداشي أعود إليك سيد عبد الحفيظ الحطامي وزير الدولة نحن نتحدث عن البيانات الرسمية وزير الدولة عبدالرب السلام قال إن هيكلت ألوية القوات العسكرية في الساحل الغربي تحت قيادة بعيدة عن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في الحكومة الشرعية يمثل شرعنا للجيوش الموازية وكذا قال يعني هو طالب أيضا بمعالجة الوضع العسكري لألوية الساحل بسرعة وبمسؤولية مشتركة من قيادة التحالف مع الحكومة اليمنية ويقول مصلحة اليمن والإقليم والعالم لن تتحقق إلا باستقرار مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها القوات المسلحة هل يمثل هذا رفضا رسميا لهذه الخطوة برأيك في اتخاذي أن الخطوة الحقيقية بدأت منذ ستة أشهر عندما أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة حياة الأركان الألوية التي تقاتل في الساحل الغربي وأدلت لها لجال بترقيل الأفراد وضباط وقيادات هادج الألوية بين الجيش الوقت هناك الكثير من الألوية تراعة تقريبا ثلاثة ألوية تهانية وافقت وكانت خامت بترقيل بشكل كبير وتحت إشراف محور الأذكري مثل عزلة الحديدة وإضافة إلى ثلاثة أربع ألوية من قوات العمالقة هناك بعض الألوية رفضت ومع ذلك هناك أيضا بعض الأفراد ذهبوا وأيضا بالترقيل أعتقد هذه خطوة عملية لكن هل ستستمر هذه الخطوة من قبل الحكومة الشرعية ليعرف من مع الجيش مع توحيد قوات اليمن ضد هذه المشيات أما أن الوضع سيبقى كما هو ستنحو الجبهة جباة الساحل الغربي لأنه في اعتقادي بحسب أنها صحفي المتابعين هناك مشكلات حقيقية وصل إلى رفع السلاح وصل إلى القتل وصل إلى بين العمالقة وبين قوات طارق بين الألوية تهامية وبين الألوية تهامية هناك أشياء حدثت هناك السياح حدثت العديد من البنور والضباط والقيادات العسكرية التهامية في الألوية تهامية وليتهم فيها ضباط في قوات طارق وبالتالي في اعتقادي أن استمرار القوات الحكومة إذا التوحيد القوات في الساحل الغربي تحت إطار قوات الجيش وزارة الدفاع وهي في الأركاد إذا تنتخذ هذه الخطوة بشكل عاجل وبطريقة ديناميكية سريعة لتشكيل هذا الجيش ما لم فإن هناك مفقرة طرق مخيفة ربما طبعا الميليشيات فقدت وليت تبرك ولديها معلومات ما الذي يحدث في الساحل الغربي وخاصة بعد سحب الإمارات العديد من المدرعات تحت لافتة في إعادة قيامة هذه المدرعات اليوم المتهمية تقاتل بأسلحة الكرشينكوف والأسلحة المتوسطة والقوات والميليشيات تفحدت من عملياتها العسكرية في الجبلية في التحيثة في الجريم في حين في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة لأنها تبرخ بأن هناك مشكلات وبالتالي هي تفتغل هذه التغرات وفي أعتقادي بأن توحيد هذه القوات في طار الجيش هي لمصلحة القضية اليمنية ولمصلحة استعادة المدينة الحديدة وميناء الحديدة الاستراكي التي يعتبر آخر متنفس لهذه الميليشيات على العالم الخارجي أشكرك سيد عبد الحفظ الحطامي الكاتب الصحفي كنت معنا بالهاتف من مارب وقبل العودة إلى سيد الهداشي من الرياض ورحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع أسألك سيد عبد الناصر فيما يتعلق بقراءتك السياسية لهذه الخطوة ما الذي تجده بإعلان دمج ألوية العمالقة والألوية التهامية وأيضا ما يعرف بحراس الجمهورية تحت قيادة مشتركة مساء الخير أهلا بك يعني كما هو معروف أن الإمارات سحبت قواتها من الساحل الغربي أو جزء من قواتها من الساحل الغربي لا نعرف كم حجم القوات التي سحبت وكما هو معروف أيضا الإمارات هي من أنشأت هذه القوات وهي من تشرف عليها وبالتالي يبدو أن هذه الخطوة أتت لسد فراغ في حال كانوا نحكي انسحاب كامل القوات الإماراتية أو حتى التخفيف من حجم القوات الإماراتية لأن هذه المنطقة تظل منطقة من ناحية هسكرية منطقة هشة بمعنى أن القوات تحركت من الخوخة إلى الحديدة ضمن عمق جغرافي لا يتعدى في بعض المناطق عشرة كيلو وثلاث وبالتالي هناك مخاطر من أن هذا الطريق من أن هذا الممر يتم قطعه وللحوتيين الوضع الحوتي في حال انسحب القطاع الجوي البحري الذي يوفر لهذه القوات من الممكن للحوتيين أن يقوموا بهجمات كبيرة في حيث إما لقطع الطريق الساحلي وبالتالي هناك حاجة عسكرية في المقيم الأول لتوحيد هذه القوات لأن تعمل بكفاءة أعلى لمراجعة الحوتيين وفي كل الأحوال يبدو في حال لم يتوفر القطاع الجوي أو أن القطاع الجوي أصبح ضعيف في هذه الحالة من المتوقع أن يحرز الحوتيين في هذه المنطقة اختراكات استراتيجية أهمة وهذا أمر متوقع جدا في حال عدم قياب التنسيق الكامل بين القوات التي تحارب الحوتيين في كل الجبهات وبالتالي هناك استفراد أصبح من الحوتيين قادرين على أن يستفردوا بهذه الجبهة أو تلك لاحظنا كيف أنهم صنعوا في المناطق التي كانت تسميتها رمادية كما حدث في قريب من الظالع وفي منطقة الظالع نفسها محفظة الظالع نفسها والحشا وغيرها وقت تالي الحاجة العسكرية يبدو هي الأساس الحاكن من النخية أخرى الدلائل السياسية ليس هناك من دلائل السياسية مباشرة لها تعمل ولكن فقط تبكري لأن هناك حالة يعني هي امتداد لحالة الفوضى بحالة فقدان السيادة اليمنية لأن اللي يفترض أن من ينشأ البيوش ومن يدمجها ومن يفكلها هي حكومة شرعية لكن هذه الحكومة الشرعية هي عمليا لم تعد موجود على الأرض وتحديدا هذه لم يعد فعليا رئيس شرعي بالمعنى السياسي والفعلي وفقط أصبح رئيس فقط مستفيد في هذه الشرعية هو والأقلية الحاكمة التي تستخدمها لتنهى بما تستطيع نهبهم الموارد الدولة والتي ترسخ وجودها السياسي كنائز على مصر الأحجاب والأشخاص لدينا أصبحوا مستفيدين من بقاء السؤال الشرعية بهذا الشكل الهزيل لأنه يوفر لهم فقط غانب السلطة ولا يحملهم أي مسؤوليات عنها تفضل بالبقام معي سيد المودة أعود إليك سيد الهداش يعني هناك من يؤكد على أهمية تقييم الخطوات بناء على النتائج وهناك أيضا من يضع اعتبارا للكيفية التي تحدث بها هذه النتائج أنت الآن بالنسبة لهذه الخطوة كيف برأيك ستؤثر على عملية استعادة الشرعية وخصوصا على المعارك في الساحل الغربي الشرعية هي مغيبة عن الساحل الغربي بكله وبالتالي لا يمكن تقييم مداء الشرعية وعلاقة الموضوع بالشرعية إلا أن كانت الشرعية متواجدة الشرعية مغيبة منذ بداية عمليات الساحل الغربي فالأمر سيئا بالنسبة للشرعية اغطبطوا بها أمن اغطبطوا لن يودي لكن العمليات العسكرية والنتائج العسكرية هي الأهم يعني أولا في حال القوة قوامها تقريبا عشر ألف مكاتل طارق عطفاج حوالي عشر ألف من القوات الثامية حوالي خمسة عشر ألف من القوات القوات الأمالقة يعني نحن نتكلم عن خمسة وثلاثين ألف جندي تقريبا أو قد يكون العدد أقل من هذا لأن لا توجد احصاد رسمية العمليات العسكرية كانت وجود الإمارات كان يضبط الإيجاع بين البيادات أعتقد الإمارات سوف تستمر في ضد إيجاع التوحيد القيادة من خلف الشفاء كيف ذلك بعملية الإمداد وعملية دفع الرواتب وما شابه وما إلى ذلك والذي أصيها يعني والذي يرفض أوامر الإمارات سوف يتمسح الرواتب وتنهار البواد التابعة على الإمارات سوف تتحكم في المشهد حتى عن بعد يعني كما هي متحكمة بخليفة عفتر عن بعد أو لها حلفاز أكثر من مكان تتحكم بهم عن بعد بالعكس إنسحاب الإمارات يعطي لها نعم من الأريحية على أنها غير متدخلة وبالحقيقة الإمارات هي التي سوف تستمر في إدارة المشهد لكن أنا أتكلم من الناحية الأسكرية البحثة هل هل الطيران الإماراتي وخصوصا الطيران المروحي والأبات سوف يستمر في دعم هذه الجوات ومساندتها أم لا لأن الطيران في المعركة من القوخة إلى مشارف الحديد Massachusetts هو الذي حسب المعركة وأنا أكسب الطيران الطيران المروحي هل سوف يستمر الطيران المروحي أم لا إذا سحب الطيران المروحي فأعتقد أن الغلطة سوف تكون للحوتي إذا سعبت الإمارات يدها بشكل كامل عن الساحل الغربي وتركت الساحل الغربي تحت أي جيادة موحدة سواء كان عرفاش أو وزر المحرمي أو أي شخص آخر دون أن تتدخل فإنه سوف تشب الخلافات بين المكونات إذن بقى الإمارات بشكل أو بآخر سواء بشكل علني أو بالقلب السسار بقى الإمارات هو ضامن لبقى هذه القوات متوحدة وبقى الفاعلية هذه القوات على فكرة الساحل الغربي ومنذ اتفاق السقهول الحوازاء يهاجم من الشرق إلى الغرب بشكل يشبه يومي ما يساعد هذه القوات على الصمود هو السلح الجوي هو أقصدها الأباسي في حال صحبت هذه القوات سوف تنهار هذه الجبهة في حال صحبت الإمارات يدها سوف تنهار هذه الجبهة في حال ودفت الإمارات الدعم والرواتب سوف تنهار هذه الجبهة إذن بقى الإمارات بشكل أو بآخر مهم لبقى هذه الجبهة شكرا لك على تواجدك معنا سيد عبدالعزيز الهداشي المحلل العسكري كنت معنا عبدالهاتف نارياض بالعودة إليك سيد المودع في سياق الحديث عن النقطة التي أثرها بداية السيدة الهداشي مسألة تحكم الإمارات بالمشهد عن بعد إلى أي مدى هذا سيستمر برأيك؟ سيد المودع لمن السؤال؟ نعم كنت سألتك في النقطة التي أثارها سيد الهداشي في أثناء حديثه عن أن الإمارات سوف تتحكم بالمشهد عن بعد إلى أي مدى هذا سيحدث في الأيام القادمة على الأراضي اليمنية خصوصا فيما يتعلق بالساحل الغربي والمعارك هناك؟ يعني من الناحية الفنية والإدارية لا يمكن أن تدار عمليات عن بعد بكثة أو نجاح نجاح يرتبط بوجود ما يسمى القيادة والسيطرة قريبة من موقع الأحداث وبالتالي أي جغرافي لهذه القيادة يؤثر سلبا على أداء هذه القوات كما تعرف القوات هذه أنشئت وكان الغرض الرئيسي منها هو تحقيق انتصار رئيسي في هذه المنطقة وتخديدا السيطرة على مدينة الحديدة ومن ثم السيطرة على بقية الساحل هذه العملية أجهضت بإعلان السويد والذي تم فرضه بالأدوال الغربية على الإمارات وعلى السعوبية وكان الهدف الأساسي هو منع عملية البركة مع السلع على الحديدة لأنه الأسباب كانت بالغالب الأسباب الإنسانية والأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقف العملية وبالتالي كان الإمارات بعد أن شعرت بأن العالم منعها من السيطرة على المحديدة وبأن هناك تشبيته السيطرة على المحديدة عسكرية هذا الأمر جعل الإمارات تتراجع في أسيا وشعرت بأنه ليس هناك من جدوى بأن تبقي وجودها وتبقي أمفاقها الضخمة وتبقي حالة الاستمقار الكامل لهذه القوات التي فقدت الهدف الأساسي لا أستبعد من أن الإمارات ربما لم يعد يهمها أن تبقي القوات على مشارف الحديد لأن حقاليا لو طايف الغطاء الجو الذي تقدمه الإمارات عن هذه الهدفة ربما هذه تنهدم ربما الحديدين يتكتنوا من قطع الطريق عليها وبالتالي تصبح بدون مدد يعرض أيما للإستسلام أو إلى الانتحاب وبالتالي أحسن يبدو بأن الإمارات يكون لديهم اهتمام بأن تتراجع هذه القوات ولكن طبعا وبأن يحاولوا التوصل لتفاهمات سياسية مع الفوديين وفقا لما يسمى اتفاق السويد عن طريق الانتحابات المتزامة لكن الحوديين هم في موقع قوي لا يمكن أن يقدموا أي تنازلات مقابل أن يسفحوا للطرف الآخر بأن ينسحب نقول بثمن يريدوا انسحاب بدون ثمن لهذا من الاهتمام جدا وأن الإمارات لم تعد مهتمة من التسيطر على الفريدة لم تعد مهتمة بأن تكون قوات بعيدة عن قطوط الإمداد وقطوط القيادة السيطرة لأنها مكلف جدا من الحصة كذلك وبالتالي ربما يكون للإمارات رغبا بأن تنسحب هذه القوات إلى الخوقة لتكون هذه المنطقة هي أكثر نقطة يسهل لها لأنه يسهل الدفاع عنها جغرافيا عندما تبقى القوات في حيث والخوقة فقط ولا تتقدم شمالا في هذه الحالة يكون هناك إمكانية لحماية هذه القوات بشكل أسهل من أن تضعها في هذا العظم دون أن يكون هناك امتداد جغرافي واسع مع بقية القوات التي هي في الجنوب حاليا يعني يقصد جنوب منطقة البحر الأحمر لهذا السبب ربما نشهد مفاجآت في الأيام القادمة كما أن قضية خلق جبهة واحدة لقوات متنافرة الأهجاب والأجندات يعني نعرف أن هذه القوات تشكل بشكل أساسي من قوات جنوبية ذات طابع سلفي ومن قوات طارق صالح التي هي في معظمها شمالية ومن ما يسمى المقاومة التمامية وبالتالي هذه الثلاثة الأطراف لا يتمعها فعليا أرضية مشتركة حقية سوى العدو المشترك وهو الحوثيين لكن لا يكفي هذا لأن تجد قيادة حقيقية خاصة في أثناء المعارك المعارك أن تتحق إلى قوات منسجمة فيما بينها لها مشتركة قيادة فيما بينها البين لكن هذه الأمور غير مقفرة حاليا في هذه القيادة المشتركة وبالتالي هذه القوات تظل قوات حشة خاصة إذا غاب الرعي الأصلي والإمارات التي حشة هذه القوات والذي كان يشرك مباشرة وبالتالي كان التنسيق كثير من قبله لكن الآن عندما انتقل التنسيق والتخطيط إلى هذه القوات نفسها أعتقد أنها ستظهر خلافاتها البينية ستظهر أجنداتها المختلفة ستظهر أيضا فيها المتعارضة خاصة وأنها الآن تكون في طور الهجوم وبالتالي العمليات الهجومية من الناحية الفنية يسفل يسفل توخيدها القوات المهاجمة يسفل توخيدها لأنه يكون هناك خطة موضوعا على الأرض ولكل طرف مهام في حملية الهجومية لكن عندما تكون القوات هذه وضع دفاعي هو يضغط من الطرف الآخر وبالتالي التنسيق يصبح ضعيف والأداء يكون ضعيف وبالتالي من كل أم حصلة ما ذكرت علينا أن نتوقع إخطاقات هذه الجبهة لصالح الحوثي لسوء الحظ وهذا كله يشير إلى حالة التخبط على غياب الاستراتيجية الواضحة الهداف المحددة لهذه الحرب منذ خمس سنوات وهذه ما هي إلا أعراض هذا الفشل توحيد الرؤى وفي توحيد الاستراتيجية وفي توحيد حتى القوات أشكرك سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي كنت معنا عبد الهاتف من العاصمة الأردنية عمان أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والنصاد في ختم هذه الحلقة تفضلوا بقبول تحيات طاقمي العمل الفني والتحريدي إلى اللقاء اشتركوا في القناة